العدالة المطلقة بين الخلق كانت متجسدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي جسد لنا ده في رسول الله مواقفه مع أهله وبين أصحابه ومع المسلمين وغير المسلمين أولا مع أهله هنيجي نشوف سدن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان مع أهله كان عدلا مطلقا كان لا يفرق بين امرأة وأخرى كان يعطي لكل زوجة من أمهات المؤمنين حقها يوفيها حقها وبالتالي زوجات سدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلون عنه هذه الصفة أنه كان يقسم بين زوجاته في الحضر وفي السفر يعني إيه في الحضر؟ يعني في وجه الإقامة لما كان سدن النبي مقيم بينهم كان بيعدل بينهم متجوز أكتر من واحدة كان بيعدل بينهم دي ليلة ودي ليلة ودي ليلة للتين 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 إلى غير ذلك العدالة بين زوجاته إذا ما كان مقيما ولو كان مسافر سدن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستهم يعني كان بيعمل الأرعة بين زوجاته واللي يخرج سهمها وتطلع في الأرعة هي اللي كانت تسافر معاه فما كانش بياخد أبدا زوجة من أمهات المؤمنين بناء عن هوى أعاذاه بالله سبحانه وتعالى وحفظه وعصمه منه لكن كان بيقرع بين زوجاته واللي يخرج معاه الأرعة كان بياخد معاه في السفر هذا كان حاله بين زوجاته بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الرجال الراجل اللي بيتجوز أكتر من وحده يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه من كانت له امرأتان ولم يعدل بينهما خلى كفة وحدة رجحة عن كفة التانية أتى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وشقه مائل ليه نتيجة لظلمه الحاجات دي علم هلن سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فلم يعرف الظلم رسول الله ولم يعرف رسول الله الظلم أبدا العدالة المطلقة المتجسدة في شخص رسول الله نيجي الموقف تاني لسيد الخلق سيد السادات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نلاقيه يطبق الحق والعدل على الناس كافة ما فيش فرق عند سيدنا النبي بين شريف وبين غير شريف بين غني أو فقير الناس عنده سواسية في مرة من المرات امرأة مخزومية شريفة من علية القوم سرقت فلما سرقت خلاص هيقام عليها لحد تقطع يدها طب وأهلها السادة علية القوم ما ينفعش إن الست دي تتقطع إيديها دي شريفة دي مش أي حد يعني طيب هيعملوا إيه أرسلوا سيدنا أسامة بن زيد رضوان الله عليه إلى رسول الله ليه أرسلوا سيدنا أسامة لمكانته عند رسول الله لأن سيدنا النبي بيحبه فلما رح سيدنا أسامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي قال له وإيحك يا أسامة اللي أنت بتقوله ده أتشفع في حد من حدود الله وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس خطيبا في الناس يقول لهم والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها قمة المساواة بين الناس ما فيش فرق عندي بين شريف وغير شريف بين رجل من علية القوم أو امرأة من علية القوم وبين امرأة أخرى بين فقير أو بين غني بين قوي أو بين ضعيف ما فيش الحكاية دي عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي موقف آخر بيبين لنا عظمة هذا الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم لو إحنا جايين كده عايزين نحكم بين الناس كتير من إخواننا بيتبعوا الهوى بيشوف لو فيه كده مشكلة أو قضية بين صاحب الله وبين غير صاحب فيمل صاحبه عشان بيحبه وما يقولش الحق طب تخيل بقى لما يكون صاحبك ده من ديانتك مسلم وعدوه أو المناظر ليه اللي ليه عنده حق غير مسلم هتعمل ايه؟ شو بقى جمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الأشعث ابن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقاضي ويخاصم رجل يهودي فعندنا واحد مسلم وعندنا واحد يهودي جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان النزاع عليه على قطعة أرض قطعة الأرض مملوكة للأشعث الصحابي فرح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهل سيدنا النبي حكام له قال لا خلاص ده صحابي ده مسلم ده أنا أثق فيه واليهودي ده ده أنا عارف أنهما بيكيدوا ليه المكائد وأعداءه بيحربوني وبيكرهوني سيدنا النبي عمل ايه؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شفافية وبكل عدل مطلق قال له يا شعث ألك بينا إيه دليلك أن الأرض دي بتاعتك عندك حاجة بتثبت ده فقال لا يا رسول الله والله إنه لا يكذب ده يهودي ده مش مسلم فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يعطيه هذا الحق وأقام العدالة المطلقة بتلك القاعدة المعروفة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر فالبينة هنا مش موجودة مع الصحابي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودية أن يحلف قال له احلف إن الأرض دي بتاعتك فحلف فأعطاها له رسول الله صلى الله عليه وسلم نيزان للحق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذج العدالة المطلقة سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه اللي صار رمزا للعدالة ما هو إلا فيض من أنوار وعدالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبالتالي اللاقي بعض المحاكم الأوروبية نصت كده جعلت قاعدة ووضعت رمزا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقالوا محمد أعظم المشرعين بل إن هناك من كليات القانون في الولايات المتحدة من أخذت هذه الآية رمزا للعدالة وهي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وهو دل ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به في آية أخرى قائلة وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا مش شرط أنه يكون أخوك علشان تقول الحق أبدا ممكن يكون أخوك غلطان والحق مع عدوه أو مع صديقه فتحكم لصديقه مش شرط أن تكون أختك اللي ليها الحق علشان تحكم لها أختك ممكن تكون غلطان وإنت مش واخب بالك فتحكم لضرتها إلى غير ذلك وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا